الكوناتغافي جي سي الكوناتغافي كل كل الفيس اللو ممكن نحتاج بقى مكونات الع Harafi ونحن نرى 10 وجودة مكونة بذنباً قوّنت نستخدم بستيريو طيب ميكروسكوب وكذلك عندنا واحدة تحليل الديجيشن واحدة الديجيشن والديستيليشن اللي خاصة بالعلاف اللي هي الواحدة عندنا البيل كمان فيه عندنا جهاز مميز جداً اللي هو الFTNIR الFTNIR ممكن نستخدمه عشان نقيس المكونات العلافية بتاعتنا فيه اقل من دقيقتين عندنا كمان الموفي الفيرنس والاوفل علشان بردات الحرارة العالية وكمان فيه عندنا السونيكاتور السونيكاتور عندنا باكتر من مروب وطبعاً عندنا واحدة الديجيشن المختلفة بالمكونات العلافية وفيه UV spectrophotometer وفيه عندنا جهاز HVNC جهاز HVNC الحقيقة هو الطبع فنية في حق ذاته فيه Flourism Detector وفيه UV Detector فالفوتو القضاء Light Array بنستخدمه وهو فيه وتوسطرة كمان فطبعاً الجهاز من Shared Quoters بتقدر بوحدة ان هي نقدر نعمل بيها من خلال مجنوعة من المطق برامل طرزقين وفيه احليل الاعلاف والتطبيقات الاخرى جهاز HVNC ممكن بيستخدمه اكثر بالتطبيق وفيه عندنا في النهاية ده طبعاً ده المبتغارد والانتاجة اللي ده يوسف في المعمل علشان طبعاً لو فيه اي حد اتعرب لأي حادث لأي حادث كيميكا بيرن ولا حاجة وفي النهاية ندعو ربنا سبحانه وتعالى من اشياء كيميائية تضيف لمصر ويفتح المجال ان شاء الله بإذن الله يتعاون مع كتير من كليات التكنولوجيا الحدوية في مصر وكليات العلوم السابقية وكليات الطب وكليات الطب بطريق في النهاية منشكر حضراتكم جدا بمجمع أن يكون تعاون دائماً في معامل في مجوز في شركة الوقتين الصبر والصبر السابقية والحياة المنينة